بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد نستأنف درسنا ودورتنا التعليمية في رواية حفص عن عاصم المقامة في المنتدى الإسلامي في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله بلاد المسلمين وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية الرابعة والعشرين واليوم نستأنف القراءة ونذكر في كل آية ما بها من أحكام بإذن الله تبارك وتعالى فلتفضل الآخ الشيخ عبد الله بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بداية نأتي إلى بعض الملاحظات التي ربما يقع بها قارئ القرآن الكريم وبشر الذين الشين حرف تفشين ومخرجه من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أو من وسط الحنك الأعلى وهي الحروف التي تسمى الحروف الشجرية تخرج من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين واللحي الأيمن واللحي الأيسر هذا الذي يعمل هكذا كقبة من وسطه هنا مخرج الحروف الثلاثة أنا أسميها حروف جيش لأنه الياء هنا غير مدية جيش فالجيم والشين والياء الغير مدية فمن هنا يخرج الشين ولا بد أن يخرج من مخرجه حتى لا يلتبس بالحروف الأخرى لا نقول يش من مقدمة الفم يش نعيده حتى يتحقق التفشي وهو الانتشار إذا كان من بداية الفم من مقدمة الفم لا يحقق الانتشار لكن يشتري هنا وبشري وبشري هكذا وبشري الذين آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا نعطي حق الواوي لأنه دائما هنا ما يأتي الضم مع الواو والواو مع الواو حتى لا يعني يأخذ أحد الحروف الآخر آمنوا وعملوا هكذا آمنوا وعملوا البعض يسرع بالأولى فكأن تكون ضم يقول آمنوا وعملوا آمنوا آمنوا هاي نون مضمومة أين الواو فلابد من تحقيق الحركتين حتى يأخذ حرف الواوي حقه آمنوا وعملوا انظر إلى الصاد الصاد كما ذكرت لكم فيه الإطباق وفيه الصفير وفيه الاستعلاء فلابد من تحقيق كل هذه الصفات وجدت بعض الدول حينما ينطقون بحرف الصاد يضم شفتين خاصة في كلمة الصراط يقول أص فيدعي أنه يريد أن يحقق الصفير والصفير لا يتحقق بضم شفتين الضم شفتين يا إخوة يدل على الإشمام ويدل على أن هناك ضم محذوفة وهل هناك ضم محذوفة هنا أبدا الصي الصي يخرج الصاد صافرنا بدون بدون تحريك شفتين الصيراط إلا أن تقول صي تنكسر الشفة لذلك تجد القراء الكبار القدامى حينما يعني تخفض المذياء إلى الآخر تكاد أن تقول هذا لا يقرأ شيئا لأن لا يحرك الشفة إلا في موضعها إلا وقت احتياجها وبشر الذين آمنوا الشفة لا تتحرك إلا حينما نحتاج إليها فلا يتحرك كثيرا وبشر الذين آمنوا لا يحتاج ذلك أبدا فهنا نحقق الاستعلاع مع الإطباق مع الصفير بدون تحريك الشفتين الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يضرع تح 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 يعني تأخذوا حقه من الرخاوة ومن الهمس حرف الحا لابد حرف ضعيف لابد أن يعطى حقه هو مستفل ومرقق وإضافة لذلك الهمس والرخاوة وكلها صفات ضعف فلابد أن نعطيه حقه لا نستأجل بتحتها لا تح تح أعطي حقه تحتها الأنهار هكذا نفخ مرة الأنهار أيضا لا نقول أنهار لا الحاجة لذلك كلما رزقوا منها من ثمارة الرزق الانتقال دائما حينما تقترب الراءات تذروه الرياح يصدر الرعاء هذا دائما حينما تتجاور الراء المفخمة مع المرققة وهنا أيضا حينما نقول ثمارة الرزق ثمارة ري ر رزق ثمارة الرزق لابد من التأني بالقراءة حتى لا يعني يطغى حكم على حكم آخر ثمارة الرز شوف الزي زي كيف رز الصفير فيها رزقا تنتقل إلى تفخيم الغنى لأن القاف بعدها حرف استعلاء فلابد من تفخيم الغنى بأعلى مراتبها لماذا؟ لأن القاف مفتوح الذي بعدها ليس رزقا قاف قاف مفتوح بعده ألف وهو أعلى مراتب التفخيم رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزق رزق أيضا كما ذكرت لكم في أول درس في المستقيم لابد أن ينطق القاف خالصا بدون أي همس لأنه شديد مجهور قلقل كل صفات التفخيم والقوة فيه لذلك ذكرت لكم أنه ينافس الطاء في القوة لكن القاء غلبه بالاطباق الطاء مطبق والقاف منفتح فهذا الذي فرق بين القاف والطاء قال رزق رزقنا من قابل هنا قابل قا تفخيم والباء مرقق فالأحيانا يطغى هذا التفخيم إلى الباء فيقول القارئ قب قب لا قب تنتقل من تفخيم إلى الترقيق قا قا قب قابل هكذا واللام أحيانا تجد يعني بعض الذي يقرأ كأنه قال قب لن نسمع اللام وهنا يأتي التوسط لنعمر حروف لنعمر وذكرت لكم أنه يجري بها الصوت لا كجريانه بالحروف الرخوة فلابد من إعطائه شيئا من الصوت يسيرا قبل حتى نحقق التوسط وحتى نظهر اللام لأن هذا يقول قبل أين اللام لا أسمع لاما لكن قبل تحقق التوسط وتحقق اللام وسمعت صوت اللام وأتو وأتو به شوف الإشباع الكسري به متشابها ولهم فيها هذا قلنا الإظهار الشفوي وهو أشد إظهارا في الفاء والواو ولهم فيها لا أجعل هن ولا أجعل قلق لا لا أقول ولهم فيهم لا ولا أقول ولهم فيها لا هذا ولا هذا ولهم فيها هكذا ولهم فيها أزواج مطهرة هذه قبل أن نأتي إلى مطهرة حقيقة هناك بعض الاجتهادات في طباعة المصاحف المميزة وهو المصحف الوحيد الذي وجدته يقول ويكتب المد الواجب المنفصل أو أول مرة أنا أسمع أو أقرأ في أحد هوامش المصحف حينما يكتب أحكام التجود يقول الواجب المنفصل وهنا طبعا لا بد أن نأخذ معلومة بسيطة لماذا سمي المد واجبا ولماذا سمي المد جائزا الواجب نحن نعرف المتصل والجائز المنفصل نعم نعم طيب بارك الله بك نحن نقرأ من طريق الشاطقية يقول علماء سمي الواجب بالواجب انتبه لاتفاق العلماء القراء أهل الفن لاتفاق العلماء على مده مدا زائدا على المد الطبيعي يعني لو استقرأت القراء من نافع إلى علي الكساء السبعة لو استقرأتهم تجدوا أن الجميع اتفق على مد الواجب أكثر من حركتين عندهم البعض قال بالنسبة لي قالوا ثلاثة قالوا أربعة الدوري أيضا والباقي أربعة خمسة ستة لكن نحن أخذنا عند الجمع يتحد الثلاثة أربعة والخمسة ينزل إلى أربعة حتى لا تكثر أوجه القراءات هكذا قرأنا على مشايخنا فلا أحد يمد الواجب بمقدار حركتين أبدا لذلك سمي واجبا إذا لماذا سمي الواجب بالواجب لاتفاق العلماء على مده مدا زائدا على المد الطبيعي لا لا نحتاج إلى أن نذهب إلى الطيبة خلاص نقرأ في الشيطة طبيعي طيب ولماذا سمي الجائز جائزا قال لعدم اتفاق العلماء على مده مدا زائدا على المد الطبيعي تجدوا أن هناك عندنا وجه لقالون عندنا ابن كثير عندنا السوسي وعندنا حتى من العشرة وجعفر ويعقوب يقرؤون ايش يقرؤون بالحركتين بالمنفصل لذلك بما أنه لم يتفق العلماء سمية جائزة ولكن حينما نقرأ من طريق الشاطبية لا يوجد عندنا عند حفص يعني مد منفصل بإقدار حركتين لذلك وجدت واحد المصاحف يسميه الواجب المنفصل هذه ملاحظة جاعتنا هنا في مسألة ولهم فيها أزواج مطهرة أيضا نؤكد على الهمزة التي بعد حرف المد لا بد من تحقيقها بشكل سليم ثم صفير الزاي أزواج مطهرة انتبه إلى كلمة مطهرة لأنه يأتيك تفخيم ترقيق تفخيم ترقيق لا بد أن لا يطغى حرف على حرف ولا صفة على صفة مطهره تفخيم ترقيق تفخيم ترقيق مطهره 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 تعود الشفة منبسطة في الهائي حتى نحقق الاستفال والترقيق وذكرت لكم سابقا أن البعض لا يأتي بحق الهائي التي هي تاء مربوطة علما أن في السابق لا يوجد عندنا تاء مربوطة وصلى لم أقرأ هاء وتاء التاء هي الطويلة والمبسوطة والمربوطة يقولون هاء بتعبير القراء هذه الهاء تسمى فحينما نقف مطهره الهاء تعود الشفة منبسطة ثم يجري الصوت ويجري النفس بالهاء حتى وحق أما إذا قل مطهره ما فيها أنا نطقة رأي مفتوحة البعض هكذا يقرأ فكيف يأتي حرف الهاء المستفل المهموس الرخو بجريان النفس والصوت معا مطهره هكذا اللفظ السليم لهذه الكلمة والله أعلم وهم فيها ذكرنا أن هذه وهم نفس ولهم فيها وهم فيها أنا أشد إظهارا وهم فيها خالدون لي دو الحمد لي ذكرت لكم سابقا ها الضرائر العداوات الضمة والكسرة كل واحد كل حركة تريد أن تسرق من الثانية شيئا فتجد الحمدل لا يا دو لي دو لي وهنا خالدوا خالدون إيش بقى الكسر باللام وحقق ضمة الدال حتى يعني يأتي الحرف سليما وصفة سليمة هذا بالنسبة للملاحظات أما بالنسبة للمسائل الوقف في هذه الآية أول شيء طبعا الذين مر علينا لا داعي إلا نكرر الذي والذين ولقنا في المفرد والجمع والمثنى بلا من واحدة خلاص لن نأتي إليه مرة الصالحات الصالحات اتفق علماء الرسمي على حذف الألف في جمع المؤنث السالم وإن كان من ألفين الصالحات الذاريات وغيرها أيضا يحذف الألفان الألف الأول الذي بعد الصاد وبعد الحاء كلاهما يحذف إلا بعض الاستثناءات اليسيرة يابسات سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكرها يأتي الخلاف فيها أما هنا الصالحات بحذف الألفين جنات ذكرنا جمع المؤنث سالم الأنهار كلمة الأنهار جاءت في القرآن الكريم واحد وخمسين مرة ذكرها في القرآن الكريم في كل هذه الكلمات اتفق الشيخان وحينما يقول الشيخين هو الداني وتلميذه أبو داود اتفق الشيخان على حذف الألف بعد اله الأنهار في كل قرآن الكريم كلما مرت علينا لا نعيد ذكرها لا نعيد ذكرها مرت علينا كلما رزقا قالوا هذا الذي رزقنا وأتوا به متشابها كلمة متشابها المفرد ليس متشابهات كلمة متشابها المفرد جاء في القرآن الكريم تسع مرات ورد في كتاب الله تبارك وتعالى تسع مرات الحقيقة عندنا من أمة الرسم المهدوي هذا أحد علماء رسم عنده كتاب هجاء مصاحف الأمصار ذكر طبعا الداني والمهدوي متقاربان في الزمن وأبو داود بعدهما فوفاة الداني أربعمائة وأربع واربعين والمهدوي أربعمائة واثنين واربعين كلاهما يعني نفس الزمن فذكر المهدوي والداني وأبو داود أن الألف محذوفة في البقرة في سورة البقرة ولم يتعرض المهدوي ولا الداني لغيرهما من الألفاء ولكن هذه كلمة متشابهة بالنسبة لأبي داود ذكر الحذفة في آية البقرة هنا وفي نفس السورة آية مية واثمونتعش وفي الأنعام تسعة وتسعين ومية واحد واربعين موضع عنه في نفس الآية مية واحد واربعين وفي الزمر ثلاثة وعشرين ولم يتعرض أحد لموضع آل عمران آية سبعة ولا للرعد ستعش لا الداني ولا المهدوي ولا ولا أبو داود لم يذكر أحد منهم هذه المواضع سكتوا عنها وحينما تقرأ في كتاب مختصر التنزيل هنا هناك إشارات يذكر أبو داود مثلا يذكر جزءا يسيرا من الربع وفي قوله تبارك وتعالى ومن قوله تبارك وتعالى كذا إلى كذا وكل ما في هذا مذكور وكل هجائه مذكور وهجاؤه مذكور يقول ولكن أحيانا ليسكت لا يذكر شيئا لا يكرر الكلمات وإنما حينما يقول مذكور نقول أنا عبرت في كتابي حينما أقول تصريحا أو تلميحا أذكر إذا قال هجاؤه مذكور أو أقول ذلك مذكور وقد سبق أقول تلميحا ولكن هنا لم يذكر شيئا وهذا من العاجيب في تحيرنا في الترجيح في مسائل الترجيح في الرسم أيهما نختار فهكذا إذن بالنسبة لأبي داود يعني لم يتعرض لموضع آلي عمران آية 7 ولا للرعد آية 16 ولا غيره ولكن الخراز خراز عنده نظم اسمه مورد الضمآن وهو اختصر أو جمع أحكام أبي داود في مقتصر التنزيل وغيرها وشارحه أيضا المارغيني وغيره شرحه كثير هذا المورد الضمآن ذكر الخراز الحذفة في هذه الكلمة لأبي داود مطلقا وحين الاستقرار لم نجد أي تعميم لم يعمل ولم يقل هجاه مذكور ولم يقل قد سبق لم يذكر شيئا في هذه الكلمات أبدا يعني تتبعت ذلك بنفسي إذن هذه للأمانة العلمية أن أبداود لم يتعرض لموضع آل عمران ولا للرعد لا تلميحا ولا تصريحا ولكن الخراز وشارحه الماريني يعني ذكر الحذف مطلقا لأبي داود هذا بالنسبة لكلمة متشابهة وتحتاج إلى دراسة وإلى مراجعة المصاحف القديمة وإلى أقوال الغير يعني كثير من العلماء حتى نستطيع أن نرجح الراجح منها لا نقول الصحيح نقول أصح لأن الأصح أكسها أو ضدها الصحيح لا نقول خطأ كله صحيح ولكن الأصح هكذا يحتاج إلى دراسة طويلة عندنا الكلمة الأخرى التي تأتي بعدها كلمة أزواج وكلمة أزواج كيف جاءت يعني بالتصاريف جاءت في 52 موضعا في القرآن الكريم سكت عنها الداني انظر إلى السكت من سكت عنها الداني وابن الأنباري والمهدوي والجهني والعقيلي هذا العقيلي اسمه إسماعيل ممن تعدت أسماءه وتنوعت إسماعيل من الضافر إسماعيل بن طاهر العقيلي نقول العقيلي حتى نخلص من هذه المعنى وابن وثيق الأندلوسي كلهم قالوا بإثبات الألف بعد الواو على الأصل إذن هذا بالنسبة كل هؤلاء عن العلماء قالوا بإثبات الألف بعد الواو لكن أبا داود قال بالحذف المطلقا والذي يسمع كلام هؤلاء ويعرف يعني إن شاء الله تبارك وتعالى كيف يرجح بين الأقوال وكيف يثبت الألف أو يحذفها هذا بالنسبة لهذه الآية من رسم مصحف طبعا في هذه الآية مما يعني ينتفع به الطالب أو السامع بالنسبة للأرباع والأثماني هنا منتهى الربع بإجماع هناك مواضع يأتي في الخلاف نذكرها في موضعها ولكن هنا في هذه الآية عندك قوله تبارك وتعالى خالدون منتهى الربع بإجماع نأتي الآن إلى مسائل الوقف وهي يعني حقيقة فيها أهمية لما سمعنا من الشيخ عبدالله لا بد أن نعلق على هذا الأمر أول وقف في هذه الآية هو على كلمة الأنهار وهو وقف جيد قال به أكثر علماء الوقف والابتداء مع اختلاف تسمياتهم فعند ابن الأنباري وابن الأوس وابن الغزال والهمداني العطار والأشموني كلهم قالوا حسن والنحاس قال كاف قال مفهوم وهو مطلق عند السجاوند وهو من وقوف الهبط إذن كل هؤلاء قالوا بهذا الوقف طيب الوقف الثاني هو قول على قوله تبارك وتعالى من قبل وهذا الوقف مهم جدا أولا يعني لو كان يعني أقوى من صلاء يكون أفضل لماذا لأنه البعض يصل مثل ما سمعنا من الشيخ عبد الله وصل رزقنا من قبل وأتوبه متشابهة والحقيقة أنهم حينما أهل الجنة قالوا هذا الذي يرزقنا من قبل هم يتبدل الطعام يعود كما كان أهل الجنة كما جاء في وصفه الجنة وطعامهم كأنه لم ينقص وكأنه عاد لا ينقص منه شيء لا ينقص من هذا الطعام فهم قالوا هذا الذي يرزقنا من قبل قف لأنهم لم يقولوا وأتوبه متشابهة لو وصلنا لكان من قولهم وكان من تنثمة قولهم لا وإنما نقف على قبل ثم نقول وأتوبه متشابهة يعني ظنوا أنه أتوا بغيره ولكن هو لا ينقص أبدا إذن الوقف على قبل وقف جيد قال عنه النحاس صالح وابن الغزال قال قيل وقف قال له قليلا لكن عند الهمدان عنده حسن وهو من وقوف الهبط وجائز عند الأشموني الوقف الآخر على قوله تبارك وتعالى متشابهة أيضا هو وقف قوي قال به أكثر علماء الوقف الابتداء فهو عند ابن الأنبار وعند الخزاع وابن الغزال والهمدان أطار حسن وهو عند النحاس صالح وعند الداني والأشموني كاف وعند العماني مفهوم وهو من وقوف الهبط ومطلق عند السجاوندي آخر وقف عندنا في هذه الآية على قوله تبارك وتعالى مطهرة أيضا وقف قوي قال به أكثر أهل الوقف والابتداء ابن الأنبار والخزاع قالوا حسن والنحاس صالح والداني والأشموني قالوا كاف وهو عند العماني جائز هذا بالنسبة لما في هذه الآية من وقوف وأهمها نقف بالنسبة لقبل يعني نؤكد على هذا الوقف ونسمع نفس الآية من فم الشيخ سعد جزاء الله خير فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات من تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها نقف على قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ننتقل الآية التي بعدها نسمع الشيخ عبد الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين طيب قبل أن نأتي إلى هذه الآية فاتنا شيء مهم يتعلق بالآية السابقة عند كلمة أزواج الذي يقرأ في كتاب المقنع للداني وهو الذي جمع فيه ضوابط وقواعد رسم المصحف وهو من يعني أعرق وأجود الكتب لأنه أتى بالأسانيد في هذه الكلمات في كتاب المقنع ذكر الإمام الداني أنه في قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الحذ وذكرت لكم أنه الإمام الداني سكت عن هذه الكلمة وهو غيره هو ابن العنباري والمهد والجهني والعقيل وابن وثيق ولكن في هذه الكلمة صار هناك بعض الشك يعني هل هو يقصد ذريات أم الأزواج الذريات ذكرت لكم بالنسبة الجمع المؤنث السالم اتفقوا على حذف الألف إلا في المستثنيات ولكن هنا حين هو لو قال وذرياتنا تنتهي المشكلة ولكن ألحق و جعل مع كلمة أزواج فهل هل يعني الإمام الداني يعني أنه هذه كلمة أزواج بالحذف الإمام الشاطبي رحمه الله سبحان الله هو يعني صار مع فارق القرون فيما بينهم لكن سبحان الله هو الإمام الشاطبي جاء إلى كتاب التيسير للداني فنظمه في حرز الأماني الشاطبية اللامية وجاء إلى كتاب المقنع للداني فجعله في رائيته عقيلة إطراب المقاصد التي جعل فيها المرسم فهو نظم التيسير بحرز الأماني ونظم المقنع بكتابه العقيلة الرائية فحينما دليل على أن الإمام الداني يقصد كلمة الذريات وللأزواج أن الشاطبي لم يذكرها الشاطبي ما ذكر أنه له في الفرقان الحذف أبدا ما ذكر ذلك إذن دليل على أن الإمام الداني يقصد الذريات ولا يقصد أزواج ولذلك المصحف الليبي الذي اقتمد قواعد الداني منهجا له جاء بالنسبة لكلمة أزواج إثبات الألف له الإثبات فيها إذن لا يقصد الله أعلم الإمام الداني لا يقصد كلمة أزواج وإنما يقصد ذريات نأتي إلى الآية التي قرأها الشيخ عبدالله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها نأتي إلى الملاحظات على هذه الآية وهي آية لا بد من أن نقف عندها إن الله أول شيء ذكرت لكم بالإسم للفظ الجلالة إن كان الهاء مفتوحة لا بد أن نعتني إن الله تفخيم ترقيق إن الله كلمة لا يستحي فيها ملاحظات أول شيء يس نأتي حق الأسين من الهمس والرخاوة والصفير ثم لا بد من الاعتناء بحرف الحاء في هذه الكلمة أكثر من غيرها لأنه كثير من من يقرؤون لا سيما في التدوير والحدر تجدوا كأنه يكسر الحاء من سرعته إن الله لا يستحي أن يضع كأن الحاء مكسورة فهنا حينما يأتي الحاء ويقول اعطوني حقي من الرخاوة اعطوني حقي من الهمس حق هذا الحاء يستح حينما يقول يستح يستحي لأن يكسر بعد ذلك لكن حينما نقول يستحي لا يأتيه الكسر فأول ملاحظة مهمة بعد السين ذكرنا السين نأتي إلى الحاء بالهمس والرخاوة ونعطيه حقه نعطيه صوتا يستح ثم ثم بعد ذلك ننطيق بيا أين يستحي مكسورة فساكنة يستحي هكذا فنعتني بهذه الكلمة وشب هذه الكلمة حتى يعني نحسن القراءة فيها أن ينرب طبعا موضوع الرسم سيأتي علينا لا نستعجل ينضري ينضري لا يجد فاصل بين الضاد والرأ نسمع كثير ينض ينضرب لا لا ترفع اللسان عن الضاد حتى تأتيه بالرأ ينضرب وأعطيه حقه لأن حائل هنا نضاد من الإشكالات التي به أن القارئ يخشى منه وحقه أن يخشى يخشى من الحرف الضاد ولكن حينما تذهب إلى حرف الضاد تسأل نفسك تقول يا ترى هل الضاد من حروف أجد قط بكت هل هو من أجد قط بكت لا هل هو من حروف لن عمر لا إذن هو رخو مع ما يعني يأخذ من صفات قوة من استعلاء من إطباق وهب نفس الوقت ليس من حروف أحث هو شخص سكت إذن هو مجهور والجهر يتحقق بالضاد شئت أم أبيت لماذا؟ لأنه اللسان مطبق من أين يخرج النفس يخرج النفس في يكاد أن يتحقق الجهر بالضاد شئت أم أبيت؟ ولكن المشكلة أين؟ بالضاد من الرخاوة كيف أحقق الرخاوة؟ كيف أحقق بين قوة اعتماد على مخرج الحرف في الجهر وضعف اعتماد على مخرج الحرف في الرخاوة؟ إذن يعني حتى أني وجدت البعض حينما يتكلم عن الجهر والشدة يقول ليس قوة اعتماد كمال اعتماد فحينما تحقق الكمال لا داعي ولا مجال النفس أن يخرج أبدا إلا إذا كان يعني الفك مثقوب ويخرج منه ولا فالجهر متحق نبقى عند الرخاوة أنا أريد صوت الضاد ين ريبة ين ين ليس هذا غنة البعض يقول لهذا غنة لا ليست غنة الغنة تخرج من الخيشوم هذا الصوت بالفم ين ريبة فهكذا ين تسمع صوت الضاد حتى تأتي إلى الرأ أما تقول ين ريبة تقول لهو يحقق الجهر طيب أين تحققت الجهر جزاك الله خيره أين أين الرخاوة أين صوت الضاد لا تقول يض يعني ذكرت لكم قبل قليل قبل حينما نقف على اللام توسط يجري به الصوت قليلا لابد أن يجري الصوت بالضاد أكثر لأن هذا توسط وهذا رخاوة رخاوة يجري الصوت أكثر فلابد من سماع صوت الضاد لا أطبق بقوة يض ضرب ذهب صوت الضاد أبدا كأنه غير موجود فانتقل حينما أقرأ هكذا أقول يض ضرب انتقلت صفة الضاد من الرخاوة إلى الشدة وهذا لم يقول به أحد ما قال ما سمعنا يوم واحد قال حروف الشدة أجد قط بكت ضار وأضاف الضاد لا من يقول به أحد إذن لابد من جريان الصوت بالضاد يضرب ولا نخرج من الخيشوم حتى يجادلنا البعض ويقول هذه غنة لا وإنما صوت في الفم يض اكسر العراء جيدا يضرب مثلا ما بعوض بعوضة شوف ض ت ت تفخيم ترقيق ض ت فما فوقها فوق ترقيق ت تفخيم ها ترقيق ما أقول فوقها هكذا أبسط الشفة حتى أبسط الشفة حتى وحاق صفة الاستفال فأما الذين آمنوا فيعع شوف لنعمر فيعلمون فيعع ما أقول فيعع لا وإنما يعع قليل من الصوت فيعلمون أنه الحق الح حق لا أجعل القاف تطغى على الح فتسلب صفة ترقيق منها الح الح ترقيق الحق من ربهم مي مر إشباع الكسر ثم تفخيم من ربهم إشباع إشباع مر وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد شوف أ را دا ترقيق تفخيم ترقيق أراد كل يأخذوا حقه أراد الله بهذا مثلا يضي نفس ما قلنا الحمد لي تذكرون يضي عداوات ضرائر يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويه أيضا الهاء ضعيف أعطيه حقه وما يضل به إلا الفاسقين القاف مستقيم الفاسقين ننتبه لها يقيمون لا نجعل فيها همس أبدا البعض يتساهل نقول يا أخوي هذا حروف الشدة حروف الشدة حينما تعطيه نوع من الهمس تغير صفته يعني الشدة والجهر الأكس الهمس الجهر فحينما تقول يقيمون يقي تعطيه شيء من خلص سلبت صفته ويبقى هو شديد سواء كان مكسورا سواء كان ساكن سواء كان متحركا كل الصفة تبقى عنده طيب هذا بالنسبة لي الملاحظات وأركز جيدا لأنك ما تستحيي طيب بالنسبة لي ما يتعلق بهذه الآية من رسم عندنا كلمة يستحيي أول كلمات هنا اتفق طبعا وردت في القرآن الكريم أربع مرات في سلوة البقرة هنا وفي القصص آية أربعة وفي الحزاب في آية ثلاثة وخمسين وردت في مرة يعني في موضعين في نفس الآية اتفق الشيخان على رسمه بياء واحدة ومنهجي حينما أقول اتفق الشيخان خلاص لا أأتي بغيرهم حينما يختلفان لا هنا أأتي بالمرجحات لكن حينما أقول اتفق الشيخان خلاص أبو الدانيو وأبو داود اتفق على رسمه بياء واحدة ويوقف عليه كذلك يستحي يستحي ما أقول يستحي البعض يقول هكذا ولكن المحقق أن نقف بياءين لأنه هذه يعني نعم حذفته لكن لا تشبه البياء الصلة به إذا تقف به لكن هذه لا هذه يوقف عليها بياءين بالنسبة لهذه المسألة المسألة الأخرى كلمة أما أما وأما عندنا كلمة أما هذه أصلها أن ما التي هي بفتح الهمزة أن ما وردت في كتاب الله تبارك وتعالى ثمانين وخمسين مرة رسمت موصولة في كل القرآن لم تقطع في أي موضع هذا عليه الجمع هذا بالنسبة لما تعلق بهذه الآية من رسم بالنسبة للوقف في هذه الآية علامات الوقف ومواضع الوقف في هذه الآية أول موضع لنا عند قوله تبارك وتعالى مثلا مثلا هل نقف على مثلا طبعا هنا عندنا من علماء الوقف من أكثر الكلام بالوقف أحد العلماء اسمه نصير بضم النون هذا جعل له مرتبة مرتبة الحسن على الوقف على كلمة مثلا ولكن اشترط قال لمن نصب بعوضة لمن قال احنا ننصبها عندنا حافظ بعوضة وكثر القراءة على النصب لكن هو جعل هنا مثلا مثلا يضرب مثلا ثم ابتدأ ما بعوضة فما فوقها هذا لكن يعقوب منع رد عليه يعقوب الامام يعقوب وقال له هنا لا وقف هنا هذا الموضع الأول الموضع الثاني يعني مثلا ما تصور البعض تكلم على هذه الوقف على مثلا ما اطلق يعني كل امثلة ومن قال بهذا الوقف نقله الخزاعي عن اللؤلؤ واللؤلؤ احمد بن موسى من كبار علماء الوقف وعلماء القرآن الكريم قال تام وقف تام نقل الخزاعي وهو الوحيد الذي نقله عنه على حد الطلاع على حسب الطلاع الوحيد الذي نقل الخزاعي في كتابه الإبانة في الوقف الابتداء وهو من أهم الكتب وأعرقها وأقدمها في الوقف والابتداء الخزاعي نقل ذلك عن اللؤلؤ وقد تتبعت المخطوطة قلت ربما تكون المحققة جزاه الله خير يعني وهمت يعني فجاءته مثلا حتى نتفق مع الكلام السابق الذي يعني قال عنه به النصير ولكن الحقيقة لم أجد لأنه رأيته بالمخطوط ما موجود الماء مثلا ما الحاصل الوقف الآخر على كلمة فوقها وهذا وقف قوي قال به أكثر علماء الوقف ابن الأنباري وابن أوس وابن الغزال وابن المدنى العطار قالوا حسن والخزاعي نقل عن أبي حاتم أنه تام وعن أبي القاسم حينما يعني ينقل أبو حاتم عنده عبارات كثيرة ربما توهم أبو عبد الله هو أكثر من واحد يذكره مرة أو مرتين هكذا ولك حينما يقول أبو القاسم هو أبو شاذان هذا يعني ليس فيه خلاف فهذا الخزاعي نقل أنه كاف عن أبي القاسم وأبو داود والأشمون قالوا كاف والعمان قال تام وسجاواندي قال مطلق وهو وقف الهبط إذن كله أعلاق قالوا بأنه وقف الوقف الآخر على قوله تبارك وتعالى من ربهم أيضا وقف قوي ولو أن ابن الأنباري قال ليس بتام ولكن عدنا النحاس وابن الغزال وهمداني قالوا الهمداني العطار قالوا حسن والخزاعي قال كاف والعماني قال صالح والسجاواندي والأشمون قالوا كاف يعني قوي بالنسبة للعاسف قالوا قالوا جائز وهو وقف من وقفات الهبط الوقف الآخر على قوله تبارك وتعالى مثلا وهو أقوى الوقوف في هذه الآية لماذا لأن حينما تقول فيقولون من القائل الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا انتهى قولهم يضل به كثيرا هذا رد من الله عليهم على قولهم فلابد من الفصل أما إذا قلت ووصلت فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا سيكون ماذا يضل ويهدي من كلام الكافرين وهذا ليس من كلامهم ليس من كلامهم وإنما فصلوا لذلك تجد في المصاحف وجدوا وضعوا علامة ميم علامة الوقف اللازم ميم وهذا الوقف على مثل هنا طبعا مثل الثانية عندنا مثل الأول ذكرناها الموضع الأول أما هذه المثل الثانية فمن قال بها قال النحاس والهبطي قالوا وقف عمم ولم يعني يصف هذا ونقل الخزاع عن ابن مجاهد وابن كيسان أنه وقف كاف وهو أيضا كاف عن العمان والأشمون وهو حسن عند ابن الغزال والسجا واندي قال لازم حتى يفصل بين القولين قال لازم وهو حسن أيضا عند الهمداني الغزال قال حسن كاف والهمداني قال حسن فقط إذن هذا من الوقوفات حقيقة المميزة في هذه الآية والتي يجب الانتباه إليها حتى نفصل بين القولين طيب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كثيرا الثانية ليست الأولى قال الخزاعي والداني والعماني كاف وهو عند من الغزال والهمداني والأشموني حسن وهو مطلق عند السجاوندي وهو وقفا من نقفات الهبطي بقي في هذه الآية قبل أن نعيد سمائها أن نبين أن هذا الميم فوق كلمة مثلا الثانية انظر إلى كلمة ميم هنا هذه الميم يسمى ضبط ولا يسمى رسم وهنا في الضبط جاءوا لنا بميمين لا بد نتنبيه إليها ميم مذيولة وميم مبتورة الميم المذيولة هي الميم الكاملة بذيلها والميم المبتورة هذه التي ترونها أمامكم أما الميم المذيولة الكاملة فهي علامة القلب أو الإقلاب من بعد تجد ميم كاملة أما هذه الميم المبتورة التي لا ذيل لها تدل على الوقف اللازم طيب نعيد السماء هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يعني مما سمعته من الأخي الشيخ ساهد هذه الآية لو تتبعتم ما فيها ما بعوضة فما فوقها فأما وأما هذه الميمات الكثيرة وما يضل تنوعت وتحددت فالموضع الأول أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها طبعا العلماء العربية اختلفوا في هذه الماءات كثيرة خاصة هذه الأولى والثانية أما الباقي حينما تقول وما يضل به جيد قرأتها جيدا لكن هذه فما فوقها لاسية ما فما فوقها يعني السمين الحلبي في الدر المصون قال هي استفهامية أو موصولة ومنهم من قال زائدة ومنهم من أكثر قالوا لا زائدة في القرآن ولا مانع أن تكون تعجبية فما فوقها ما الذي فوقها لكن الأكثر في الدر المصون السمين قال استفهامية أو موصولة فما الذي فوقها أو الذي ما فوقها هكذا فيؤثر ذلك في النطق يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها هكذا لا تقول فما فوقها تجعلها نافية ما أحد قال نافية على حد علمي لم أسمع ولم أقرأ يعني لأحد قال أنها نافية وإنما على سواء قال استفهامية وسواء قال موصولة فلا يمكن أن ننترها ونجعلها باللفظ نافية فما فوقها لا فما فوقها منهم من لا يميز أو نقول هي واحدة لكن اللفظ يؤثر على المعنى لذلك نريد أن نرتقي كما ذكرت لكم سابقا بقراءتنا إلى القراءة التفسيرية حتى السامع يفهم من خلال قراءتي من خلال سماع القرآن يعرف أن هذه الماء وهذا كله كان متقنا عند القراءة السابقين رحم الله من توفي منهم وحفظ الله من بقي منهم ونسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والقلب الخاشع والعمل المتقبل نقف عند هذه الآية ثم حتى نأتي إلى ما بعدها بإذن الله تبارك وتعالى في ساعة أخرى وفي درس آخر نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع والانتفاع والاتباع إنه سميع مجيب آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلهم على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين